السلام عليكم ازيكم عميني للغبار اتمنى اكونوا بخير النهاردة معنا كريم حمودة بنستكمل مع بعض سلسلة data mesh والاناليتكس ازاي كريم عمليه الحمد لله اه نهاردة هتقدم لنا ايه تمام احنا كنا وقفنا اخر مرة عند الريل تايم ستريمينج تكلمنا على كافكا وفلينك هنرجع بس عليهم بسرعة ونكمل بقى نرجع تاني للانتواند بكتر هيك هم نتكلم طبعا الكونسابشل هنشوف بس بقى تطبيق من التطبيقات على الكونسابشل بلوكس دي البيلدين بلوكس بتاعة الديتا بلاتفورمز في مايكروسوفت ازر الكلاود بتاع مايكروسوفت والاهم بقى ان احنا ربنا سهل بمعنا وقت كمان ان شاء الله نشوف بقى الجديد من الانتواند اناليتكس في مايكروسوفت اللي هو فابريك مايكروسوفت فابريك فربنا نسهل ان شاء الله بمعنا وقت ونكفر الحاجات دي والناس يستفيد بإذن الله طيب اناشيات الاسكرين تقدر تبدأ تمام اوكي هنرجع زي ما اتفقنا اكيد فاهمين وكل مرة انا بقول لان انا بحب التاريخ ودائما بستعمل السنين والتاريخ يعني كاجندة عشان يبقى معنا كونتكست على اللي حنتكلم عليه فاحنا كنا في الفترة بتاعي يعني الفين واثناشر الفين وتواتاشر اللي هي اللي كالبنا فيها المرة فاتت بداية في تحامن زهور اباتشي كافكا كاا دستريبيوتيا امتو تتريمين بلاتفور وبعدها فترة صويرة اباتشي فلينك كا دستريبيويتا بروسسانج غينجينز وطبان عملنا ديبتايف على فلينك شوفنا الكونتس اللي هوه السبب اللي احنا ويبكتب كاف كامف لينك طبعا عشان هما كانوا هما يعني زمن قولت دي فاكتو في الـ Event Processing وكمان هما عشان Open Source نقدر بسهولة نتكلم على الحاجات الزياد تشتغل Under the hood يعني عندنا عارفين ازاي اللي بيحصل Check Pointing ويالالغوريزمز اللي بتستعمل وهكذا النهارة طبعا هنشوف تطبيقات تانية ممكن تبقى Tools Babs اقدمها Microsoft هنشوف بس ايه ازاي بتقرب او بتبعد عن الـ Concepts دي بس طبعا الـ End هي بتعمل نفس الـ Functionality تمام احنا طبعا كان فيه حتة وقفنا عندها المرة اللي فاتت كان اخر سلايد قبل ما نجيب سلايد كده كان فيها كل اللوجوز اتكلمنا على انفلنك ممكن بسهولة جدا يبقى صعب لما نبدأ نقول انا I cannot afford losing any records I care a lot about the results ما عنديش ايه داونستريم سيستمز تانية تقدر تكوريكت الـ Results دي وعايز الـ Data تبقى duplicate free برضو ما عنديش ايه داونستريم سيستم هي هاي remove the duplications دي on my behalf او سيستم تاني يعمل الكلام دي انا عايز كله يبقى Flink فانا انت لو حطيت التالات دول وارا بعد هتخش في ايه فاكتر latency ممكن توصل لها ب Flink ان اذا محتاج تعمل الـ Checkpointing بيبقى exactly once عشان ما يبقىش فيه duplications وتقدر تريبلاي السورس عشان لو في ايه loss تقدر تريبلاي وتجيب الـ Data دي تاني وعشان ما حصلش duplication في التارجت محتاج تستعمل الـ Transaction API Transactional Sinks عشان إبقى ما فيش ايه duplications وما فيش ايه incorrect results طيب شفنا السلايدي دي اللي هي فيها يعني collection من الـ Options and Inter-Z Stream events different protocols زي MQTT Advanced Queuing Protocol Advanced Message Queuing Protocol AMQP HTTP Kafka Protocol الـ Data اللي بتيجي من الـ البروتوكولات دي نقدر نستورها في Event Store الـ Options اللي احنا كلمنا عليها زي Kafka بس مايكروسوفت عندها options تاني زي Event Hub و Event Grid وهنا نتكلم الفرق بينهم وهكذا وكلمنا في Event Processing اللي غا في لينك مايكروسوفت برضو عندها options تاني زي Streaming Analytics وتدع تعمل برضو Stream Processing بـ Native functions واخيرا الـ الـ Destination بقى اللي انت ممكن تستور فيها الـ Events دي وتبدأ تعمل Even Further Analytics زي متى فانت ممكن ما تعملش كلام ده وتعمل كله جوا في الـ Event Processor Event Processor و Streaming Analytics او ان انت تعمل الـ Processor بس بيعمل Processing ممكن يعمل شوية Processing معينة بس لسه فيه Destination الـ Events هتلاند فيها وقدر نعمل فيها Further Processing او Ad Hoc Explorations تمام؟ على الـ Event Data مش كل حاجة اقدر عملها على طوله والدنيا والـ Data جاية في حاجات لازم اشوف للا اول ده دي شكله عامل ازاي وممكن اتعلم معها ازاي فمحتاج الـ Exploration Options دي اللي ممكن اعملها لما Data Trust Event Destination تمام؟ طيب هنعمل ايه؟ هنتكلم على هنجنب على 2014 2014 هنرجع مالش الـ Slide اللي قابلي دي اللي هي كانت الـ Expectation لو انت عايز تعمل كل حاجة جوا في Link ما عندكش قوي حاجات زي ما انت شفت في الـ Slide اللي بعديها على الشمال او على اليمين تساعدك في الـ Event Processing عايز تعمل كل حاجة جوا الـ Event Processor الـ Concept ده اسمه اينا نسيت اش حاطت اسمه جي جي كريبس جي كريبس حطه في بلوج 2014 بيتكلم على نوع من انواع الـ Architectural اسمه كابا Architecture وهو لما جاء حط الـ Architecture كان بي كان هو الـ دي فاكتو في الوقت ده اسمه Lambda Architecture ايه بقى الكلام ده؟ ايه كابا وايه Lambda وايه حاجات ده؟ انشي بس ده 2014 2014 طلع بلوج بيتكلم على New Architecture اسمه كابا واللي هو يعني من غير احرقه لكو شوية بس قبل ما نخش على التفاصيل ان هو اللي احنا اقول الناسة نقوله على ان انت بتحاول تعمل كل حاجة في الـ Event Processor ده كابا Architecture لو انت هتسيب حاجات تتعمل في الـ Event Processor وحاجات تعملها في حتة تانية وليكن باتش بروسسنج هو ده الـ Lambda Architecture انا حرقتهم كده على السريع بس التفاصيل هنا التفاصيل هاي بسهولة وبوضوح انت عندك Event Data الـ Lambda Architecture بيريكماند ان انت تبع عندك 2 Paths واحد Hot Path ده اللي بتجي في الـ Data Real Time اعمل فيها Real Time Processing وممكن حد يشوف الـ Result تحت Real Time Processing ده او حتى Reflect ده في Dashboard او Monitoring Dashboard او اي مكان تمام طيب بيكاو من ايه؟ بيكاو من الـ Hot Path ده اللي هي الـ Speed Layer بسعب بيقوله Speed Layer او الـ Hot Path وده اللي بيعمل الـ Real Time اللي احنا كنا بنتكلم عليه للحلقة اللي فاتت بس Complemented باي ايه؟ باي Batch Layer او الـ Cold Path اللي هو برضو بياخد نفس الـ Data بس بيبروسس بقى ايه؟ بالراحة شوية مفيش حاجة Real Time مش مستعجل انا بعمل حاجات Batch بعمل حاجات اه زي ما انتفاني لو انا بعمل حاجات Exploration انا اصلا مش عارف اعملها Real Time انا محتاج الـ Data Trust واستنى عليها واشوف تمام فالانواع الـ Analytics اللي هي Batch Oriented دي اعملها في الـ Batch Layer واخيراً الـ Serving Layer دي اللي بتسيرف الـ Data اللي جاي من الـ Real Time والـ Batch لـ End Users Downstream Systems تمام؟ ده كده ببساطة الـ Lambda Architecture وده اللي كان اغلب الناس بتعمله ليه؟ لان احنا اتفقنا ان الحياة بدأت في الـ Batch ما تفقنا لنا زمان خالص و Data Warehousing سبعينات وتمانينات يعني كده بنتكلم ان احنا في الدنيا بتيجي End Of The Day وبنعمل كل الـ Analytics بنعملها يعني Day Minus One ده لو انت شاطر اوي لو مش اكتر من كده تمام؟ وبداية 2011 ظهر الـ Real Time فالناس قالت تمام يلا نزود real time نعمل شوية real time use cases والباتش زي ما هو وصلنا لفين وصلنا للlambda architecture ده اللي احنا كنا فيه تمام جي قال ايه قال لا 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 احنا مش محتاجين ال cold مش محتاجين الباتش لير وما رايز اعم جي احنا هن نعمل كله جوه ال real time بروسيسر طب والديتا القديمة عادي حطاه في ال cold store بس لما تقوصت الكمبيوت رجعها تاني في ال event processor بالتالي الوقتي ال event processor ده اللي هو real time مش فارق معي هو بيبروسيس real اوه شغال عمالي بروسيس جايلو بقى real time جايلو ديتا كانت اصلا باتش قديمة يعني ديتا قديمة من سنة فاتت من سنتين فاتت بس انت you regenerated back to the real time path وروح تم بروسيس فالفكرة بتاعته ان احنا نسيمبليفاي يعني انت شايف طبعا لو انت بسيت على اللي فوق على اللي تحت هتلاقي ايه هتلاقي اللي تحت يبان اسهل لان هو بلاتفورم واحدة تعمل كل حاجة تمام ولكن يحقق عن الحق الموضوع مش مش كده مش باين قوي انه هو اسهل حاجة لأ ممكن يبقى صعب لان انت افرض انا بعمل الاناليتكس وعايز اشوف 10 years of data هل بقى انا هستريمل 10 years of data في ال real time processing كيب الموين ان احنا نتفعنا مرة الفاتت ان ال real time processing ده عصيب يعني صعب انا عندي سؤال بقى تفضل يعني هل في سؤال كيب يقول يعني هل في وقت اقول انا رايح لده او رايح ده انا عايف ان يعني مش هزا خرش في حتة نفصلها بس بقول يعني من خبرتك كده لما بمن انت موجودين هل في اتجاه مرة الا انا رايح لكابة او رايح للامضة تمام اغلب الوقت الناس بتبدأ بلمضة لان احنا اتفعنا انا جاي منين انا لازم دايما اتبريشيت اللي موجود شوفنا لما اتكلمنا في ال evolution بتاعة بتاعة ال data mesh كدبنا في data warehouse وبعد كده data lake والlake house هل في حد جاء الله نرمي القبليه ونعمل جديد بقى كله بيبلد على اللي موجود فده نفس الفكرة فاللامضة كان هو اكتر انتشوارا لان الناس عندها batch oriented use cases لما تقول انا عندي 80% of batch use cases 20% of real time use cases هل تفعل انت تعمل كابة architecture؟ اكيد لا انا اصلا بكفر ال real time اللي هو 20% of my use cases وبحاول استعمله عشان اكفر ال 80% اللي انا ممكن اعملها في الباتش الباتش ممكن الناس تفكر تقول تمام هو الباتش بتروسس نفس ال data بس هو بيستنى عليها بيتأخر التأخير ده ليه مزايا وعيوب تمام؟ المزايا ان انت بتحطه في cold store ال cold store دي رخيصة احنا اتكلمنا الرخيصة هو اقدر اoptimize فيها كتير لان ال data قاعدة data قاعدة اقدر احط optimizations كتير شفنا الكمية ال optimizations اللي اتعملت في parquet خليته defacto universally اي حد يا جماعة عايز يستور data for batch processing باركي فاضل optimized وهي save cost to compressions وتمام طيب هل في مقابل لبركي في ال real time مش قوي ال data الفورمات اللي بنستعمله في ال real time غير الفورمات بتاع ال store ده غير الباتش فورمات احنا كنا بتتكلم كلمت مع مصطفى كنا بندردش قبل الفيديو النهاردة على حاجة اسمها apache paymon قصة ايه قصة apache paymon ده ده لسه طبعا جاي في السك احنا اتكلمنا على الفورمات اللي في ال اللي في الباتش processing اللي هي زي parquet وقلنا فوقيها في delta delta parquet او hoodie parquet او iceberg parquet تمام والناس بتلعب في الكلام ده كله بينهم وبين بعض والدنيا بتقرب ان هي خلاص هتبقى اما فيه seamless integration اما هو one format هنستعمله خلاص يعني هنقرب من الحتة دي طيب ال real time data format هل هي واحد زي ما احنا نتعرفين كده ما فيش انت عندك data انت ده انت قريب او من source فانت هت comply مع source source بيدي لك xml يبقى انت اجيلك xml بيدي لك json json csv csv binary binary صح؟ هل انا قدر اقول لي source اديني parquet انت بتتكلم مع device هو اخر ويطلع لك ال data يا binary يا اما لو هو يعني advanced جدا xml او json تمام؟ فيه الحاجات ال binary structure ده هي زي avro proto buff فدي بنسميها wire formats ال wire formats دي write optimized مش read optimized فلو انا ال use case بتاعتي read optimized يعني انا قاعد نستني مش معديش مشكلة انا استنى على ال data والuse case بتاعتي 80% منها تستنى عادي مش محتاجة اخد الشرن دلوقتي حالا واهمها زي machine learning والحاجات اللي فيها exploration والادهوك انا عايز اجرب انا عايز اتفرج انا عايز اexplore تمام؟ انا مش حاجة انا جاهزة في دماغي اقول لك تعملها تروح حططها رطول في ال real time path وتتنفذ محتاج شوية وقت مدى محتاج وقت ال cold path ال cold store دي هتديني optimizations اقدر اسيف بيها شوية cost تمام؟ لكن فعلا ال compute ده ال debate اللي كان بيت قال ان ال compute هو هو انت بتبروسس ال incoming data هتسابها والتبروسس اخر اليوم تمام انت بتبروسس نفس ال amount لا تفرق انت جايلك json ال json حولتو parquet اعادتو parquet فرق انا كنت بعمل benchmarking على binary format جايلي income يعني incoming format binary وطلعت منه عملت conversion لparquet و csv و json الفايل اللي كان جايلي binary كان 10 جيجا بايت طلعلي منه 20 جيجا بايت parquet الفايل ده binary compressed يعني لما هيتفك هو نفسه هيبقى 80 جيجا بايت على هو على ال binary format بس تفكه طيب الparquet دهني كام 20 ال csv والجايسون تخيل دوني كام 120 والتاني 90 ال csv 90 والجايسون 120 جيجا لنفس الفايل اللي جايلي 10 جيجا income تمام فعشان ال process بقى binary وحاول json عشان نجوين مع json تاني او حاول xml او حاول csv عشان نستركش رديته شوية الفورمات دي مش سهلة في long term processing زي ال parquet وبالتالي بقى ظهر بقى اللي احنا قد نتكلم عن الى الوقت اللي هو ال payment ده هو كان الفورمات اللي بيستعمله في link لما يعمل لما يدي لك ال table api شيحان انتفقنا ان في link كان عنده interfaces منها اللي هو على الحديدة event وstate وcheckpoints وكلام ده كله وبعا كده طلعنا اللي بقى اللي هو data streaming api وبعا كده طلعنا بقى level فو e كان فيه sql وكان فيه api ال table api ده بيستركش ال data فكأنه بيعملها في فورمات شبه البار k يعني شبه ال iceberg وال delta الفورمات اللي هو في link table ده خلوه open source هو inspired شوية من iceberg وعملوه project اسمه apachi payment مش عايزين انده خش التفاصيل بس يعني بحكي لك القصة ان فيه فرق كبير بين الفورمات اللي بنتعامل معاها في real time بنسميها wire formats اللي تتبعت في wire وبتشتغل في real time processing وبين الفورمات اللي بنحطها في cold نستنى عليها ون process الفورمات اللي تحت دي ما مدروسة بقالها فترة وده قدر حط في optimizations to save cost حلوة تمام وadd the end نرجع تاني للسؤال انا الموضوع في percentage لو انا 20 80 20 في المية real time 80 في المية batch lambda العكس 80 في خلاص عندي 20 في المية من use cases بس تعمل batch ويمكن use case دي مش محتاج 10 years of data حتى لما حاجة regenerate data حطا في real time path مش حروح اجيب عشر سنين لا سنتين اخر او سنة سنة افكر في كب تمام او كي طيب زي ما اتفقنا ان ال دي فاكتو هو lambda الى اذا وصلنا المرحلة اللي احنا نتكلم فيها ان انا عندي كل حاجة real time عشرين في المية او 80 في المية real time او يمكن اكتر وساعتها انا عايز افكر بقى في الكب ف اغلب الاناليتيكس بتدي lambda لان انت اللمدا انا انا بقول لك انت عندك اللمدا يعني انت عندك ال hot path عايز at some point ان انا لقيت نفسي بس تعملش الباتش وحاس ان انا complicated بال two path دول وعايز اعمله كابة وخليه بس hot path تقدر تعمله لكن انا ادي لك واحد وقول لك تحاول تعمل كله بي يمكن شوية انا limiting you تمام فانا عشان ابقى complete محتاج ادي لك اللمدا طيب لو بصينا على ال end to end analytics في اجر وده لو نفتكر الصورة اللي كان فيها building blocks تمام كان في streaming unstructured و semi structured و structured data وعلى راحة التانية كان في different set of analytics و actionable insight نفس الكلام وفي النص بقى انا محتاج اعمل real time processing near real time processing batch processing صح طيب لو انا خدت building blocks دي وحاولت اقول microsoft asure بتطبق يعني بتديني ايه يفت الconcept دي نطلع في الصورة دي الصورة بتقول ان انا ال hot path اولا ده lambda architecture شايف هنا في lambda architecture فبالتالي في hot path وفي cold path ال hot path اللي هو بيجيب data من streaming sources sensors iot devices وهكذا ده ييجي على حاجة من اتنين لو هو iot data يبقى iot hubs هنركز عليه قوي هنركز اكتر على اكتر اللي هو يعني ال events التانية اللي بتحامل معها اكتر في big data هو event hubs يبقى ده المكافئ لcafka بتالي اللي هيقدر يستور events ده event store تمام كنا قلنا ان microsoft عندها event hubs وعندها حاجة تانا اسمها event grid ده بقى الفرق بين kafka event hub event grid kafka بتحاول تتساتيسفاي ال two use cases اللي هي transactional اللي هو زي OLTP اللي فيها message وقلنا المسج عندها dependency وعندها transaction semantic فانا اقدر اعمل ده ب kafka طيب لو هو بقى event ومعنديش dependency في البروزيسنج تمام خد fire and fly واللي جاي بالconsumer ده بيستنى يقرأ من event store مو فيش حد خلاص مستعجل محدش مستنى عليه يقرأ دلوقت يقرأ بكرة براحته تمام فيش dependency الاتنين اقدر اعملهم ب kafka لو انا حاولت فك kafka على microsoft يبقى انا محتاج استعمل event hubs لل events واستعمل event grid لل messages لل transactions للا اكتر نحية ال OLTP تمام فعش كده احنا مركزين اكتر على event hubs لانه ده اقرب لل analytics تمام stream processor المكافئ لflink هو azure stream analytics asa azure stream analytics ده المكافئ لflink ده اللي بنعمل في processing real time تمام كده احنا خلصنا ايه ال lambda architecture ال hot path بتاع lambda sorry ال hot path بتاع lambda architecture نيجي بال cold نفس الديتا اللي راحت على event hub ننزل ها تحت في cold path على cold store اللي هو id last gen 2 اللي هو زي s3 او زي هدوب hdfs يوم cold store ده بقى تحط في data سنين سنين commodity very cheap تحط بالformat سليح نحن كنت نتكلم عليها تمام الديتا ما توصل idl agent 2 فرح بقى فرح انا الوقت انا اديت اخلاص rest شو بانت عايز تعمل اي عايز تعمل near real time analytics يعني اديتا وصلت بس انا لسه عايز اعمل حاجات بسرعة مش بسرعة ال real time اللي هو milliseconds أو seconds لا يعني اكتر شوية يعني 10 seconds and above near real time فس عايزتها اقدم لك option microsoft تقدم option اسمه data explorer طيب عايز اعمل batch البتش فيه يعني البتل المعروف batch قدامي على يعني المعروف ال common حاكتين يستعمل sql whatever it is where is this host يعني يستعمل sql كlanguage يستعمل spark تمام py spark أو scholar بس المهم ال engine spark صح هما delete two options غالبا لانكم بتشوفو انه اغلب الناس تستعمل spark في bronze to silver layer اللي هي فيها lots of data processing curation transformation اللي هي كانت زمن ال etl بعد spark وبتستعمل sql في last layer اللي هي من server لل gold لما بيقول بعد خلصت انا جبي data silver بيقول ان silver layer هي هي ال bronze layer بس more usable بس انا مغيرتش معناها ال data اللي جات لو هي كانت binary انا فكتها لو كانت json و flat فكيته xml زبطته انا زبطتها لكن انا لا اجري جيت حاجة ولا جويمت مع حاجة ولا فلترت حاجة ال data هي هي في silver لو في فسة حاجة 100% و not be used ممكن افلترها غير كده silver بي appreciate كل حاجة في bronze معادة ان هو more usable وممكن تبقى enhanced quality يعني اغلب business logic بيتحط فين بقى من السيرفر للا ايه للgold ال business logic اغلبه بقى عبارة عن ايه اللي هي ال use case تاعت زمان تاعت ال data warehousing اللي هي ايه join بقى خمس ستة تابل واغريجيت وgroup buy والكلام ده كل فده تحسوا حتى لو هعملو بسبارك حكت بسبارك sql هو ال history بتاعه انه بيتعامل بالsql هتعمل ها بس spark sql it's up to you لكن ممكن تستعمل sql native sql في ال layer دي تمام ولكن long story short two options are options microsoft stack اللي كان قبل fabric اللي هو synapse ال hotpath كان event hubs مع azure streaming analytics asa هي بتنزل تحت في cold path في storage ed last gen 2 وبالتالي اوما تنزل في ed last gen 2 فرح options ان انا اعمل real time استعمل edx هتكلم عليه tool من tools اللي بحبها جدا يعني قوية جدا ومش يمكن ناس ما تعرف هاش وبعدين spark sql تمام the other two options اللي بطيطة يستعملو خلاص وتفعنا ان احنا لو data في eda legend ويبدأ الناس تاعة الAML والAI كمان يلعبوا لعبهم يستعملوا بقى azure machine learning ويخرشوا على data اللي في eda legend ويعيشوا حياتهم بقى build model train model retrain model train model accuracy model drifting وكل قصة الAML دي اللي احنا في ناس طبعا شو طريعا بس كل الAML experience can be done مثلا في حاجة زي azure ml can be complemented لو انت بتستعمل حاجة AI services زي cognitive services من azure دلوقتي azure open ai وتستعمل data اللي في eda ls gen 2 خلاص في layer تحت ما يعني مش بالكلم عليها قوي بس دي اللي هي management و platform layer محتاج طبعا ايب عندي governance cataloging و access control و governance cost control security ان انا كيب كل الباسوردز وال secrets في key vault monitoring طبعا وال security center و ci cd با operational aspects زي DevOps او github و azure policies دا ادر enforce fee policies يعني مثلا حد شي دا مثلا انا create cluster private virtual network وما ينفعش حد يطلعوا يعملوا public يعني تيجي تقوله انها عملوا public واحد بيحاول يعمل يعني يعني configuration يخلي public ما فيش ال policy هتوقف تمام فدي ال policy اللي بقدر اي انفرس بيها اي compliance across platforms بتاعتي عندك اي اسئلة بلما نكمل لا انا تمام يعني بنسبال دينا واضحة تمام طيب ده زي ما اتفقنا وقلنا في الاول ان احنا دايما الرفرنس بتاعنا هو الconcept بتاع السورس اللي على الشمال الاناليتيكس اللي انا عايزة على اليمين اللي في النص فيه options ان انا process real-time near real-time batch وstore for hot او cold storages وده flavor من الفلاvers ماشي اللي هو يعني fully native Azure oriented option فيه طبعا option تاني using Databricks Databricks طبعا first-party service Azure Databricks Databricks Azure Databricks First-party service Microsoft وبالتالي نفس اللي كنت بحاول عمله بالSynapse اقدر عمله كمان ب Databricks عشان هنتكلم في تفاصيل بس نفس الفكرة احنا وسه نتكلم عليها اللي حيفرق بس ان هنا حتى حتى هنا هتلاقي في layer gold بيتكلم على using SQL analytics end point بس طبعا معناها انه بيعمل الbronze to silver بسبارك والsilver to gold بسبارك وبي access gold بالSQL end point تمام طبعا ده برضو من اكتر الفليفرز اللي كانت ايه منتشرة ولكن نفس الفكرة نفس الbuilding blocks المحتاجين نحطها just different technology طيب احنا هنعمل ايه احنا يعتبر شوية اتكلمنا على الديتاليك والليك house والبرون silver gold والدلتا واتكلمنا في الريل time على kafka وفلنك اللي هنعمل ان احنا هنشوف بقى الريل time والني real time services اللي هنستم الكلمين عادي من دولتي في ازر 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 واحد ازر 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 ثلاثة azure data explorer data services دول مش هنخش في تفاصيل اللي ممكن ناخد طويل جدا لكن محتاجين ايه ناخد فكرة عامة overview عنهم تمام اللي انا هعمله ان انا هحاول على قد مقدر اbuild on top of اللي احنا عملناه في الفيستيشن اللي فاتت بتاعت Kafka وفلين طيب event hub هو زي Kafka نفس الفكرة Kafka ان انا حتى اقدر استعمل Kafka protocol ان انا اproduce عليه data يعني هو بي support Kafka protocols خلاص حتى لو هو جوه مش Kafka بس كده هو اعتبره كأنه Kafka لو انت جبت application بproduce ل Kafka وابليكيشن بconsume من Kafka وانتقول ما عليش انسا Kafka خليها event hub يشتغل عادي لان نفس protocol اللي هو بي produce بconsume بي هو هو طبعا في فروقات ثانية هنتكلم على الوقت ولكن ال protocol هو هو وبالتاني نقدر اproduce الديتا جوه event hub بنفس الطريقة اللي بي produce عليها في Kafka in addition بقى للكافكا بي support هو بقى HTTPS وadvance matched kune protocol ده on top of Kafka اقدر اي استعمل دول وفي event hub protocol نفسه عنده ماشا عندي سوائل وهو كده انت بتقول event hub كأنه replacement لكافكا ولا مع كافكا يعني replacement عشان managed يعني لو انا مثلا عندي شركة او عندي مشروعة وبفكر بعد ما اروح انا اخو كافكا اروح لحاجة manage services على ايجور فاروح ل event hub بتعمل نفس الفكة بالظبط صح كده مزبوط تمام نفس الكلام ال انا حطيت حتى ال concept اللي احنا كردنا عليها المرة فقط الكلاستر اسمه name space لانا ما فيش cluster بقى ما فيش حاجة انت بتش ال infra وبالتالي cluster بتسمينه name space topic اسمه event hub يعني لما انا ببروديوس اذا topic معين انا هكاريت event hub هو event hubs هو ده المكافر لل topic والباقي هو هو partitions يعني احنا انتفعنا على partitions اللي هو ان انا عندي كام partitions بوزع لي data عشان اعشان اخلي يعني اعشان اعشان احنا بمر التكلم عن distributed system ده ازم ما فيه partitioning فالpartitioning هو هو partition partition consumer group هو consumer group اللي كان كلمنا عليه مرة فتحة اللي هو بي keep track كل consumer او consumer group وصل لغاية فين اراية من الpartition الفلاني نفس الكلام موجود اسمه افسد خلاص يبقى اللي فرق بس فين الcluster اسمه name space والtopic اسمه event hub تمام other differences اللي احنا اتكلمنا عليها شوية في الoverall picture ان event hubs هو مركز اكتر على events مش messages وبالتالي هو عنده مهم جدا ان هو ما يحصلوش lose لأي event ولكن في event processing انا اقدر اعمل الconseumer اقدر يعمل حاجات براحته حاجة dependency على الproducer بيقول لازم تعمل كده فالconseumer براحته يعمل كل حاجة فحنا هنزود عليه معلش constraint يعني هنقول انت براحتك تعمل كل حاجة بس لو انت عايز تجارنتي ان مفيش duplication انا event hub cannot guarantee ان message will be not duplicated it will guarantee it will not be lost but it can be received more than once اتكلمنا عن مرضو المرافقة وهي at least once delivery guarantee فمعنى كده ان الconseumer محتاج ياخد باله ي implement pattern اسمه idempotent consumer pattern idempotent consumer pattern يعني انا بابني الconseumer على اساس ان هو ممكن يجيلي duplicates وبالتالي هو محتاج يبني اي logic وليكن لازم اتفاعل انا عندي ده تبييز الconseumer الdatabase يبقى الdatabase دي تعمل view to remove the duplicate اعمل id duplication mechanism بس المهم ان انت تقدر تgarantee ان لما يجيلك ال event more than once you will not produce different results لان هو ممكن يجيلك more than once لان احنا تgarantee هو at least once it will come more than once and you have to guarantee ان even if it comes by this يعني اسمه id important consumer pattern تمام ايجيل streaming analytics احنا كده خلصنا event hub بسرعة جدا عشان نبدأ نخش في الحاجات المهمة وهنا اريدي ازا ما اتفاقنا اتكلمنا اريدي على kafka بسرعة فنفس الكلام event hub هو نفسه زي كافka بالزبط الفروقات بس احنا احنا اكلمنا انه event hub هو اكتر للا event processing مش للمسج ولمسج processing ده تستعمل في event grade تمام التاني component كنا عايزين نتكلم عليه هو asa asure stream analytics asure stream analytics ده سبحان الله 2014 برضو ايام نفس الايام بتا كبه زار ديك اتوقت يعني برضو الدنيا كبرت في في ال real time processing مبني على project مايكروسوفت كتا عملها Microsoft research اسمه trail ده project اللي قام عليه streaming analytics فانت تقدر تشوف trail ده تشوف ال specs بتاعته بيعمل ازا real time processing checkpointing وهكذا في trail page دي تمام نيجي بالل حتة المهمة وبرضو كنا تكلمنا فيها كنت فيها مصطفى مايكروسوفت بتهتم جدا 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 بال simplicity لل tools اللي بتقدمها service اللي بتقدمها دايما بتخليها سهل تستعملها مهتمة جدا بال easy fuse يعني لو انا عندي زي ما اتفقنا في flink 50 way to use انا هابدأ بالحاجات السهلة وعن فكرة بدأت الشركة تريد جدا نفس المنتالي ببدأ بالسهل السهل بيخلي الناس تيجي انا اشتغلت وقيته سهلة روح جاي قال مصطفى ايه ده سهل تعال ومصطفى يقول الواحد تاني ايه ده سهل تعال والناس تيجي لان احنا كل التكنولوجي كلها عبارة عن evolution 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 انا اقول not move من اللي انا فيه اللي لو انا شايف ان ده اه شايف يعني اقول اه اني بقى ايه بستيب باك على قد ماقدر لغاية لما تأكد انها ماليش حال لغاية استعمال ورح مستعمال فبالتالي مهم جدا فكرة الاسو fuse وده اللي فعلا موجود في streaming analytics انه هو ميدي لك ال sql انترفيس ما عندك قوي يعني عندك options to go beyond بس ال first experience اللي هي sql تعمل بها logic يلا بينا نبدأ بالsql طيب تقدر جوه الاسو تقدر تقول user defined function عايز لو انت في حاجة custom بقى عايز تعمل حاجة معينة مش في sql semantics وعايز تكتب function user define you can do that تمام بس الانترفيس اللي انا بقدمو هو الاسو الاسو حتى الuser defined function دي هتكتب ها جوه الاسو تمام بعد الاسو كمان انا ممكن ادي لك no code يعني انا هشوف شوية patterns كده معروفة انا بعمل ايه زي ما شوفنا في lambda architecture الصورة data بتيجي زي ما اتفقنا json xml avro csv وانا عشان احطها في data lake تحت edil legend 2 محتاج انا اعملك دول out of the box no code فانت تقدر من غير code تقدر تكابتشر الـ events اللي جاية في event hubs تحطها كdelta أو per key without writing code configurations فده برضو option هنشوف خلاص تمام وطبعا عشان مش بس في الاستعمال والطريقة الكتابة والdevelopment برضو في ال running نفس هو طبعا serverless ما عندوش infrastructure to manage وماشي مع نفس فكرة الـ event hubs ان هو at least once delivery guarantee لو انت بستعمل streaming analytics وبتسايف database الـ database لو هي عندها transactions يبقى خلاص مفيش at least once exactly once ممكن نشوف ده في ال documentation طيب ال ASA job بتتكون من نقول basically ثلاث حاجات اللي احنا لسا قلنا عليها انت عندك input او كذا input ممكن تستعمل شوية reference data as an input يعني عندك stream reference زي ما انت شايف في الصورة دي في stream جاي من factory وفي product ده reference data at least one input at least one output ممكن برضو تسايف كذا output واللوجيك اللي بي وليكن SQL ولو محتاج more than SQL go ahead وستعمل A user defined functions بس ده كده optional زي ما التفاعل مثال ده use case عشان بس تشوف حتى تعملها كذلك في streaming analytics ونفس الكلام عشان نطبق اللي احنا نتكلم مرة فات الهي windowing وكده اللي لازم نعرفها ونفهمها كويس في real time processing لان اغلب الشغل في real time processing هو temporal مبني على time window معينة وبالتالي لازم يعرف الهي عارف عايز عرف الwindow دي هي اي الwindow دي هل هي tumbling window ولا hopping window كده الwindows اللي فاتت different set of windows فرا وهنا بقول انا عايز اشوف لو equipment معينة ال average temperature بتاعها في خلال دقيقة طلع more than 75 degrees ممكن اصنع notification زي ما انت شايف عايز ابحث notification فانا هاجي لي الstream من factory هاسلكت منه equipment ID وال average temperature واعمل tumbling window 1 minute اللي احنا شايف هنا هنا واشوف the temperature رديدتو بقى اكبر منها ويساوي 75 تمام يبقى انا كده عمالة اللوجيك بتاعي وابدر باعات الموضوع الoption بتاع اللي التفاعل عليه blue brands اللي انت تكتبش فيه اكواد خالص وبتعمل set configurations بس هتلاقي ه لو دخلت على portal تلاقي في لو انت على event hub وعايز process events هتلاقي يبقى هو حيارة وفي واحد تاني هو هنا in parquet format يبقى parquet او delta عايز تطلع الdayta من event وحطها delta او parquet تحت الdayta lake no code خلاص هتعمل select options دي وتخش تعمل configuration add source event hub ودي target and شكرا تمام كده احنا خلصنا اثنين اللي هو azure event hubs و azure streaming analytics فاضل اي فاضل اخر واحد اللي هو azure data explorer وده يعني انا زي ما اتقولت في الاول من التولز اللي انا فعلا شايفها من التولز الموفقة جدا ويمكن مش وقدة حقها ولكن فعلا من التولز القوية ومستعملة جدا حتى جوة azure services itself يعني جوة azure services فيه services تستعمل الانجين ده الانجين ده بغض النظر انه اسم azure data explorer الانجين اسمه costo عشان ممكن الناس تتلغبط وتشوف كذا مسمى للموضوع بقصة كالتالي انه اخترع ال service اسمه costo تقريبا في فرنسا بس اعتقد انه كان محتاج انه يسمي service زي بيت services وبالتالي قدوها اسم azure data explorer تقريبا كان بيكتبوها بالأول بال e يعني ade بعد كده بقت adx azure data explorer وبعد كده زي اللي انت شايف وانت شايف data explorer pool اللي هو version من edx deployed جوه synapse analytics تمام بقى اسمه data explorer pool بقى كده احنا اتكلم على fabric بس انا I will give you this hint ahead في fabric نفس الانجين اسمه costo اسمه الdatabase رجع اسمه تاني costo database بس بقت معلش انا ماشا احس حيث الكوستو دي انا اتلغبط طوان اه بس ماشا ماشا فعلا لو ينفع بس نsimplify تاني ماشا والله انا باخد notes حتى 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 نفي الكلام تاني معلش دي هم نتكلم عندنا نستخدم event كوستو بقى مكان ايه بقتين معاش انا انا اكس راح حتى 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 لو انا عايز اعمل near real time processing او in memory processing او storage ولا اللي فهموا انه هو database ولا لا هو مش database هو tool processing برضو database database اول database طب يعني معلش سؤال قد يكون غبي انا احط ما بين كوستو مثلا وانا احط cassandra يعني مش هاي صح تقدر تكمبير مع no sequel صح فإذا يعني كوستو ما هو الا replacement لcassandra على ايش صح كده مظبوط بس مش cassandra اوي لان cassandra more white حتلاقيه بص بص مكتوبة صراحة بص الحتة دي يعني تعال نركز على الحتة عند exclamation market طب خاص انا هسكت وممكن بس لو تعيدة تاني هنلوط انا بس حبي توقف اش هنحس مش هما كويس اوكي طيب بيبقى اللي احنا اتفقنا عليه احنا خلصنا الانجست event hubs خلصنا real time real time analytics processing اللي هو azure stream analytics احنا فين بقى هنا عند exclamation mark مكتوب ايه مكتوب near real time telemetry analytics near real time telemetry analytics والتول اسمها data او السيرف اسمها data explorer pools تمام ده اللي احنا عايزين نتكلم عليه اوكي انا حس ان احنا ممكن نعمله حلقة لوحد لان ان انا هطول فيه شوية وهو مهم وبالتالي انا رأي ان احنا نقفل الحلقة ونتكمل الحلقة الجاية ان شاء الله على data explorer pools ونفهم اصلا history بتاع انكم بتكلم عن دلوقتي تمام ماشي تعال نقفل الحلقة دي على الحتة دي وحلقة الجاية ندي داي في الحتة دي تمام يلا ماشي خلاص اتمنى تكون الحلقة مفيدة ستظنوا الحلقة الجاية ستظنوا طويلة وفيها مرات انتنسف خدوها حتة حتة خدو نوتس ونشوف كم ان شاء الله الحلقة جاية السلام عليكم ونحن تبا بها كاته اشتركوا في القناة